السلام عليكم عاملين ايه وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات يا رب كل فيديوهات تعجبكو. النهاردة هتكلم معيكو عن الفرشة الدوارة. وهي منتج انتشر من فترة طويلة. وانا حبيت اجربه. هي سعرها دلوقتي في السوق تقريبا خمسمية وخمسين جنيه. انا زاعدتها كانت لسه جديدة كانت قريبا عاملة سبعمين جنيه. جديدة فيها شوية تطورات حلوة ولطيفة اللي عايزي جراوها. القديمة شوية كان فيها شوية عيوب. وانا هشرح لكم العيوب دي دلوقتي. اول حاجة هي بس بجيني في شنطة زي ما انت شايفين كده. عشان تحميها. وهي في منتجات في يعني فيه كزا شركة بنزلة نفس الفرشة. بس انا جايباها من بابيديس. خانيني او ريها لكم من جوة. آآ هي من جوة مكونة من اربع قطع او اربع فرش. والجهاز بتاعها. وشهادة اتنامون بتاعتها. آآ زي ما انت شايفين كده هم اربع فرش. خانيني اكلمكم عن آآ اول فرشة. وهي الفرشة الرئيسية او اللي على اساس هتعامل التقم الكامل ده وهي الفرشة اللي بتلف. او الفرشة اتدوارة نفسها. معمول ببلاستيك كده. مفوض ان البلاستيك ده بيحب موجود هنا عشان يحمي الساليكون زي ما انت شايفين كده. ده مهمة البلاستيك ان هو يحميها. آآ الشعر بتاعها ساليكون بتعدي ما بين آآ مهمة السافتي ده ان هو يحميها ان هي ما تتحركش يمين او شمال. دوت زرارين يمين او شمال هي بتلف كده. آآ وليها سرعتين آآ سخنين وسرعة واحدة بس بردة. آآ محلوة جدا للشعر القسير بتلف آآ في كل الاتجاهات. تلتمية ستين درجة. الهايكل بتاعها آآ من السراميك فمش بيلز يعني مش بيقزي الشعر ومش بيحاول الشعر آآ انه يبقى ناشف. العيب البسيط اللي فيها بس انه ويمكن العيب ده هم تفادوا في الحاجات الجديدة اللي نزلت. انه الشعر لما بيجي عند الحتة اللي تحت في في مكان اللف بيقطع. انما ده زي هم حلوها وخلوا آآ السيستم ده مش بيقطع الشعر وخفيف يعني الشعر مبكوشش جوه وما بيتقطعش. لما بتيجي تفكي الفرشة بتتغطي على زرارين اللي في الجنب دول. وبتتفك الفرشة معاكي بمتاحة السهولة وبتركبلها تاني البلاستيك السافتي ده علشان الشعر بتاعها والسيليكون ما يتقزيش. هتكلم معاكم عن قطعة تانية بصراحة انا حبيتها قوي وحاسيت ان هي قطعة لطيفة ممكن تخليك تستغني عنها اللي هي السراميك العادية وهي مشتة زي ما تشايفين كده. ومن جوه فيها آآ سيراميك. السيراميك ده بيليه زاويتين مختلفين تقدريتلي فيهم كده من الزرار اللي الفوق ده. الزاويتين دول بيتحكموا في درجة توزيع الهواء السخن جوه الشعر نفسه. احلى حاجة في الفرشة دي ان هي بتستغنيها زي مشتة عادي جدا بتصراحي بيه شعرك بس شعرك بيعادي ما بين السيراميك ده فبيتفرد بيبقى شبه كأنك عامناها بالبيبيديس. والسيستم بتاع التهوية رائع يعني انتي ممكن تعملي مرة تهوية خفيفة من انتي تتلف فيها وترجعي ترجعيها تاني آآ افقية فيبقى لهوة جديد فيبدأ يعمل كأنه سيستم آآ للشعر يعني بيبيديس عادي. ودي حاجة حابتها جديد فيها وبرضو آآ متركبة على سيستم آآ اللي في الجناب زي الفرشة الدورة مع انها مش بتتحرك بس الفكرة دي انه هو مجرد سيفتي علشان آآ الفرشة ما تفكش زي السشوار القديم والسشوارات اللي احنا متعارفين عليها. بعد كده هيكلمك عن القطعتين التانيين اللي هم موجودين في كل سشوار عادي وهي قطعة البخار او الهوة اللي بيطلع السخنة عادي جدا. والقطعة الفرشة العادية. حيني كلمك عن الفرشة العادية هي فرشة عادية جدا ما فاش اي حاجة. بتركب برضو على السيستم بتاع السيفتي. وشعرها ساليكون برضو. اما فيهاش سيراميك من جوا هي بس شعر ساليكون. انتي بتستخدميها عشان انت اه ما يشعر كيرلي او طبع ما دي شعرك ويفي اي شكل انت حباه. آآ بيعدي الهوة ما بين الفتحات اللي موجودة دي. ويمشي في الشعر وبيحاول الشعر لكيرلي. يعني انتي ممكن تعميه سشوار عادي جدا. وبعدين انت استخدمي القطعة دي تعميه بها شعر كيرلي. قطعة السشوار اللي هي اللي انت شايفانها دي هي قطعة آآ هاوة عادي جدا. كأنك بتحطي السشوار عادي جدا هاوة على شعرك. بس احسن حاجة فيه هي الحديدة اللي موجودة جوه في النص. الحديدة دي فيها خرمين. مش عارف صراحة ازا كانوا بينين عندك ولا لا. بس فيها خرمين. مهمة الخرمين دول انه هما بيعدوا الهوة ويرجعوا تاني من الشريط ده. لو هو كان عادي جدا كده الهوة عمره ما كان هيطلع على شعرك. بس هو معمول بالتصميم ده. مطالع منه الحديدة دي في النص علشان تخلي الهوة يروح ويجي على شعرك آآ تاني. يعني ما يبقاش بس الهوة متركز في المنطقة اللي تحت دي. وبردو مربوطة بسيستان. شايفة الاخرام اللي جوة. الاخرام دي مهمتها ان هي توزع الهوة جوة القالب ده. فتوصلي لاحسن آآ طريقة تهوية او طريقة آآ سشوار لشعرك. دلوقتي هكلمك عن الدمان. الدمان بتاعها آآ الشركة دي لما انا جبتها من بابي ليس آآ كانت دمان آآ تلات سنين. وكانت اقرب مكان آآ في سيانة هو كان الامارات. آآ ودي كانت حاجة مراقية شوية ان انا كان ممكن يبوز اي حاجة في الجهاز وما كنتش قادر يلاقي قطع غيار. غير اني الاقي التوكيل في مصر. وكان التوكيل في مصر صعب ان اكتلاقيه. فكان كنت اقدر اتلاقيه في مصر ان تلاقي شركات معاها المنتج ده نفسه. وبتبيعه لك. فصراحة الموضوع ده كان مرهق جدا بالنسبالي. بس دلوقتي المنتج الجديد فيه دمان في مصر وفيه قطع غيار في مصر. وده ما بقاش مرهق بالمرة. فبقى بالنسبالي انك تلاقي القطع الجديدة. عايز اقول لكم كمان انه الجديدة اللونها شوية يعني دي شوية مدية على مواف. الجديدة في منها في منها في منها اسود في منها آآ في منها كل الاجمان. اعتقد يعني آآ وكمان القطع بتاعتها اصغر شوية من القطع دي. وبردو بتجي في شنطة بس الشنطة بتبقى اصغر كمان. آآ بصراحة انا عندي بي بي ليس. عندي اللي هي المكوى. بس آآ استشوار شوية بتقب مريحة بالنسبالي لما شعري كان قصير. نزويتي انا شعري طول. ولو انتم حابين اقول لكم ازاي آآ آآ تحافظي على شعرك وتزودي طوله آآ املوا لي لايك وعملوا لي سبسكرايب وتابعوني على الفيديوهات طول الوقت وتابعوني على كل مواصل على كل وسائل التواصل الاجتماعي. هتلاقوها تحت في الديسكريبشن باكس. آآ وبس هو ده كل الفيديو وياربي يكون الفيديو عجبكم. وان شاء الله هعملكوا فيديوهات تانية احلى واحلى. وما تنسوش تبعتودي اقتراحاتك واسئلتك على صفحة الفيسبوك اللي هتلاقوها تحت في الديسكريبشن باكس. وآآ برضو ما تنسوش تشتركوا في مسابقة الانستجرام. الثلاثين ألف. آآ عايزين نوصل على اليوتيوب تلاتين ألف سبسكرايبر. متنسوش تتابعوني. خليكوا على طول معي على تواصل. وان شاء الله وان شاء الله هم الفيديوهات تانية. وآآ قرروا لي اقتراحاتك والفيديوهات اللي هنفستكوا ان انا اعملها لكو تحت. وبس. واشفكوا على خير آآ ان شاء الله. والسلام عليكم. موسيقى